اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ريام من الأفضل أن ينتق ريام بفتح الراء حتى نتفادى كسر الراء ونتفادى دخول طاقات سلبية وحدوث ظروف غير مرغوبة حساب طاقة الإسم حرف الراء حرف ماء مؤنث طاقته مئتان ثلاث درجات حرف الياء حرف ترابي مذكر طاقته عشرة عشر درجات حرف الألف حرف الناري مذكر طاقته واحد واحد وعشرون درجة حرف الميم حرف الناري مؤنث طاقته أربعون ستة عشر درجة ريام اسم طاقته رقم ثمانية طبعه مائي جنسه متساوي الطاقة البرج من خلال الاسم برج الجدي يناسبه برج السرطان الكوكب المسيطر كوكب زحل المعلم الصارم الحجر المناسب العقيق اليماني اللون المفضل البني والرمادي يوم السعد السبت الصورة القرآنية المستخلصة من الاسم والمناسبة له هي صورة المؤمنون اسماء الله الحسنى الخاصة بشحن طاقة الاسم رقم ثمانية يا قدوس يا جبار يا غفور يا حسيب يا قوي يا حميد يا صمد يا قادر يا ظاهر يا باطن يا مانع يا حفيظ صفاتك من خلال حروف اسمك أنت فتاة اجتماعية محبة للتواصل وإقامة الحوارات طليقة اللسان حلوة الكلام لطيفة عاطفية طموحك لا حدود له وجادة في قراراتك تميلين للاستقلالية بذاتك تتقنين عملك ببراعة وتتميزين بتسير جيد لأمورك متواضعة خجولة كتومة تعانين من مشاكل عاطفية متفردة بقراراتك ومتشبثة بآرائك تستمدين قوتك من إحساسك الداخلي القوي بأنك ستصلين إلى قمة النصر يوما ما وتحققين كل طموحاتك اعترضوا طريق عملك مشاكل وعوارض كما تعانين من بعض الفراق المؤلم لأشخاص لهم مكانة مرموقة في حياتك لا تنتظرين الحظ ليخدمك بل دائمة السعي والمصابرة وتعتمدين على نفسك في كل أمور الحياة تضحينا كثيرا وتقدمين مساعدات لكل من حولك ولكن حذاري من استغلال بعض الأشخاص لك لطيبة قلبك وصفائنيتك طاقة اسمك رقم ثمانية متصل بكوكب زحل كوكب الطموح والواقعية من تأثيرات هذا الرقم على حياتك أنك إنسانة قوية واثقة من نفسك استقلالية عملية لديك روح المنافسة تحبين إدارة الأعمال بليغة في كلامك حكيمة تركزين على تحقيق طموحاتك وأهدافك لا تعتمدين على الحظ بل على السعي والجد والإجدهاد والمثابرة لتحقيق أهدافك محبة للمال والمناصب العليا برجك على الإسم هو برج الجدي أفضل شريك يناسبه لزواج هو برج الأسد أو برج القوس أو برج الحوت وبرج الجدي هو برج طرابي من تأثير البرج والكوكب على حياتك وشخصيتك أنك إنسانة متقلبة المزاج لا تثبتين على حال سريعة الغضب محبوبة عنيدة صاحبة هيبة ووقار عزيزة النفس سخية الكف كريمة معطاء صافية النية طيبة القلب قليلة الحظ تحبين جمع المال ولا تحقدين على أحد محظوظة في الصفر والتنقل أكثر أعداءك من الأقارب تحملينا ثلاث عناصر في اسمك عنصر الماء وعنصر الطراب وعنصر النار وتفتقدين لعنصر الهواء عناصر اسمك متناسقة في بداية حياتك مما يجعلك تبدئين حياتك الطفولية كلها حب وسعادة في كنف العائلة مع طاقة مؤنثة تكسبك أنوثة مثالية ومرحلة طفولية رائعة في مرحلة الشباب إلى غاية سن متقدمة من العمر تتغير طاقة اسمك إلى طاقة مذكرة تؤدي إلى احتلال ظروف صعبة لحياتك ومتعبة وشاقة تجعلك تتحملين مسؤولية كبيرة وتشعرين بالإحباط وبطبعك تكرهين الملل والروتين ومحبة للتغيير والتجديد تستأنفين دائما حياتك من جديد ولا تستسلمين أبدا هناك شيء مفقود في حياتك قد تفتقدين لشخص ما كان بالنسبة لك كل شيء أو تفتقدين حلم طالما حلمت بتحقيقه وتحسين بأن حياتك تتوقف على تحقيق هذا الحلم عموما الأسماء التي تبدأ بحرف الراء بصعوبة يصل أصحابها إلى مبتغاهم بالرغم من الطاقة الهائلة الحركية والفكرية التي يتمتعون بها وتعود المياه إلى مجاريها وتصبح طاقة اسمك مؤنثة بعد سنين طوال وترجع الظروف لصالحك وهذا ليس صدفة بل بعملك لسنين جادة ومجتهدة ومصابرة وصابرة وتتوجهين بتحقيقك لكل ما حلمتي به ماديا وعاطفيا وأنت تستحقين الأفضل دائما اعملي بكل النصائح التي نشرتها في الفيديوهات السابقة وإن شاء الله تتحسن أمورك والله أعلم والله الموفق